كغيره من المشاريع المتلكية بفعل الفساد ونهب المال العهمة لم يرى مشروع المدينة الرياضية في محافظة واسط النور حتى اليوم رغم مرور أكثر من عشرة أعوام على بدء العمل به ورز مبالغ كبيرة له لم يكتم المشروع بسبب تلكات مقبل الوزارة وأعمال مختلفة مديرية شباب رياض واسط ومحمد واسط غير مسؤولة عن هذا الترك وتم مفاتعة الوزارة من قبل السيد المحافظ ومن قبل المديرية بعدة كتب دائرة مشاريع واسط أكدت أن المشروع لم يكن سوى مرحلة واحدة فقط وهي بناء الجدار بكلفة بلغت أكثر من أربعة مليارات دينار عراقي المرحلة الأولى التي هي سياج مدينة الرياضية كلفة الكلية أربع مليارات دينار بعد مصر أي مشروع ثاني ولا تخصيص موجود نهائيا وأكوان اسمعت معلومات من بعض الإعلاميين أنه المشروع كلفة 300 مليار وتلكة وتوقف ماكو مشروع أصلا المشروع بحذ ذاته هو مرحلة أولى سياج وبوابات أنجز واستلم أول ونهائي وانتهى هذا المشروع بأربع مليارات غير هذا ما تخصص أي مبلغ لا من حكم المركزية ولا من حكم المحلية أهالي مدينة الكوت أكدوا أن المحافظة بحاجة ماسة لمثل هكذا مشاريع إلا أنه لم يتجاوز كونه أحد الوعود الحكومية بغرض التسويق الإعلامي وكان هناك حلم لأبناء هذه المدينة بأن تكون هناك مدينة رياضية كبيرة في محافظة واصد وفعلا كان هناك مدينة وكان هناك مشروع ضخم بمبلغ على ما أعتقد أربع مليار دولار ولكن سرعان ما هذا المشروع تلاشد وكان فقط دونية فقط السياج والبوابات الرئيسية وصرف لها مبالغ ولكن لم يشاهدوا إجاز هذا المشروع المدينة الرياضية في واسط مشروع كبير من المفترض أن يحوي على ملاعب وفنادق والعديد من المنشآت الرياضية الأخرى إلا أنها بقيت حبرا على ورقة كباقي المشاريع الوهمية في معظم المحافظات التي سنزفت مقدرات العراق طوال العقدين الماضيين